السؤال بعد كده بيقول لو سمحت يا شيخ أنا وأبي منقطعين أكتر من سبع سنوات أعوذ بالله وهو ما سألش علي وأنا مش أدر أكلمه أو أسمحه على اللي عمله فيه أنا كده علي زنب آه لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن جاء هداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف السبع سنين دي مش معروف خالص السبع سنين دي حرام وحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاثة إحنا عندنا ثلاثات كتير أوي وده مش أخوك وده مش أخوك ده ولدك هتقول لك سأنت مش عارف عمل فيه إيه رفض زيجة كنت هتتزوجيها فوقف حياتك ودمر حياتك أن أنت ما جوزتيش اللي بتحبيه ولو أنا مش بتفه الموضوع بس بقول إيه ده أمام بر الوالدين يعني كل الوجع اللي أنت ما أنا عارفة وكل ده بيجينا في الاستشارات يعني كل الوجع اللي أنا توجعته منه ده نركنه على جنب مش بسألت نركنه على جنب هو سيحاسب على هذا الوجع بس أنا أنا شرعا مأمور أن أحسن إليه إيه ده ده أنا كنت مأمور أن أنا أحسن إليه وهو كمان كان مارس معي الغواية وهو عايز كمان يدخلني ويجعلني أترك الدين فمن بن فيما هو أقل من ذلك يبقى هو إيه اللي حاصل حقيقة بتقولي لي أعمل إيه ببساطة خالص سألتيني أنا علي زنب عليك زنب بتخلص من الزنب إزاي تتواصل معاه لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الاثنين اللذان يلقيان بعضهما إيه اللي حاصل فرسول الله عليه وسلم قال يعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهم الذي يبدأوا بالسلام فبداي أنت بالسلام بداي أنت بالتعرف عليه بداي أنت بالعودة إلى إلى ساحة بر الوالدين هل أنت كده في خارج ساحة بر الوالدين آه آه إحنا كده في خارج ساحة بر الوالدين لأن لو كان الموضوع في خطر عليك كنا ممكن نقول ده إيه اللي حاصل يبقى مسألة أن الضرورات تبيح المحذورات أن أنت ضرورة الحفاظ على جسدك أو حفاظ عليك من القتل أو الموت كنا ممكن نقولك خلاص الضرورات تبيح المحذورات أما وإني ده ما مش موجود معنا هنا يبقى خلاص يبقى واجب عليك أن أنت تسألي عليه حتى باللي عملوا فيها محدش قال أن الأثر النفسية واللي عملوا فيه كده ده حلال لكن أنت بتسأليني دلوقتي أنا أعمل إيه إيه حكم المؤطعة دي حرام عليك وعليه أما وإني كنت بتكلميني فأنا أكلمك من مدخل بر الوالدين طب هو لو كلمني أكلمه من مدخل الرحمة فعليك أن أنت تعملي إيه ترجعي تاني تكلميه وإن شاء الله ربنا يصلح بينكما وإحنا كلنا أنا والسادة المشاهدين كلنا بندعلكم أن ربنا سبحانه وتعالى يؤلف بينكم بتقولي لي وأنا لازم أسامحه كمان أسامح أعلفات لا أنت لازم تبرني لو سمحتي أعيز داد برك لي أنت بتقولي أنا مش قادرة أتجاوز لا مش هقدر أأمرك اللي أنت تغير الجزء النفسي ده لكن أنت لو عملتيه وحاولت فيه أنت بتعملي طاعة بتعملي طاعة فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك هذه الطاعة وتكوني في خير حال إن شاء الله بتقولي طب أنا إزاي عايحصل ده وأنا مش هسامحه أيوة إحنا بنحسن للناس وإحنا عارفين إنهم مأزونا فأنا مش هقدر شوفي التوازن إزاي أنا مش هقدر أقولك إنه هو ما أزاكيش أزاكي يا ستي بس أنت مأمورة أن أنت تتعامل معا يعني أنا أتعامل مع حد أزاني آه ده هو سبب وجودك ربنا جعله سبب من أسباب وجودك والدك ووالدتك هم سبب وجودك في هذه الحياة فعشان كده لابد أن أنت تحسني إليه فتوكري على الله وإن شاء ربنا عينك وإكتب لك الخير والبركة والنور ترجمة نانسي قنقر